لكن اسمحوننا كمان ندعي لأموات المسلمين وخاصة زي منا أخونا الملاح اللي انتقلت والدته ونسأل الله سبحانه وتعالى ان هي تكون في فسيح الجنات وسائر أموات المسلمين يا رب العالمين انهم يكونوا في سعتك وفي رحمتك وتجعل قبرهم منزلا للأنوار ومهبطا للأسرار برحمتك يا غفار وان تجعلهم يا ربنا قد استقبلوا أيام سعادتهم ولقيتهم يا رب بفرش الجنة وبنعيم الجنة فإنهم أقبلوا عليك ليس لديهم إلا حسن الظن بيك يا رب العالمين فاجبر خواطرنا بأن ترحمهم برحمتك الواسعة وأن تكرمهم كما تكرم الصالحين والمحبوبين والمرضي عنهم يا رب العالمين أول سؤال وصلنا بيقول واحده كأنه ابنه سأله سألني ابني إذا كنت أبي من الصالحين ودخلت الجنة وكأن السؤال معه برضه في نفس السياق اللي احنا كنا من الكلمة ودخلت الجنة ماذا بعد؟ ماذا بعد الجنة؟ أجبته نحن نموت موتة واحدة في الدنيا وفي الجنة حياة أبدية فيها ما لا أذن سمعت ولا عين رأت أنهار وفواكه لا مقطوع ولا ممنوع حرئين ولكنه قال وماذا بعد؟ أفدون أفادكم الله بماذا أجيبه؟ أول حاجة لازم نفهم حاجة مهمة أو أول حاجة بتلخص المسألة شوية مع الأولاد أول حاجة أن ربنا لما رزقنا الحياة لا يسلبنا الحياة ولكن الحياة بتتدرج والحياة بتتدرج وإحنا عايشين على طول يعني إيه عايشين على طول؟ دائما عندنا حياة عندنا حاجة اسمها الحياة الأولى وهي الحياة الدنيا ودي فيها عمل واختيار وهذه الحياة حياة بنعيش فيها وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمن خلاص فعندنا أعمال صالحة بنعملها في هذه الحياة فهذه الحياة حياة الأعمال ثم ننتقل إلى حياة وسطة الحياة الوسطة اسمها الحياة البرزخية اللي هي حياة القبور هذه الحياة بنرى فيها بعض الآثار لأعمالنا سواء كانت صالحة أو غير صالحة فنرى بعض الآثار والله سبحانه وتعالى دائما اللي بيخلي أولادنا يسألوا في ده لأن هم مش متصورين أن احنا بننتقل من حياة إلى حياة لأن احنا هم متصورين أن الحياة بتنتهي فإذا كنا هناك في الحياة الآخرة فلازم الحياة الآخرة تنتهي هو ابن حضرتك بيسألك ليه لأنه تصور أن كل حياة لازم تنتهي لكن في حياة يسمعها الحياة الخالدة الأبدية فالليه حاصل ببساطة أن احنا انتقلنا إلى الحياة البرزخية هذه حياة ليس فيها عمل ولكن بنتلقى فيها البشريات أو الأمور الذي بها نتخفف من حسابنا يوم القيامة ولازم نقول كده الأولاد وخاصة لو ابننا دوت صغير في السن أو مراهق فلازم نعرفه أن المؤمنين إما بيشوفوا البشرة بالنعيم في قبورهم أو ما يلقوا من شدة في قبورهم بيكون تخفيف عنهم عندما يلقون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يوم الحساب ثم نذهب إلى قنطرة الحياة الأبدية اللي هو يوم الحساب وإن شاء الله ندخل إلى الجنة وإلى النعيم فهو بيسأل بقى لما ندخل الجنة ماذا سيكون الأمر في الجنة هيرفع الزمان هيرفع الزمان يعني إيه مفيش بقى أمور تتعلق بالعدد أو بالرقم لكن عن عيش في نعيم ولذلك دوتي خلينا نشوف ما لعين الرأت لأننا كنا محدودين هنا فالربنا سبحانه وتعالى يكشف عننا الغطاء فنرى ما لم نكن نستطيع أن نراه في الدنيا فنرى الأشياء بأبعد على المتعددة ونرى النعيم نعيما مقيما ولذلك الله سبحانه وتعالى يعطينا عطاء عظيما لا علاقة له بما رأيناه بما رأيناه في الدنيا صحيح إحنا بنشوف وأوتو به متشابهة صحيح بنشوف وكأن الشكل هو الشكل بس الحلاوة والاستمتاع والمذاق الإنسان مثلا لما يجي أكل ثمار الجنة يتنعم بالنظر إليها كما يتنعم بطعمها ويتنعم بصوت أكل لها كما يتنعم أيضا بمذاقها كل ده عشان الله سبحانه وتعالى قد ادخر للمؤمنين ما سيعيشون به هذه الحياة الدائمة مع الله سبحانه وتعالى ولذلك هذه الحياة هي حياة فيها الديمومة فيها البقاء على الدوام وكده الله سبحانه وتعالى بيهيئنا بهذه الحياة لهذا البقاء حياة ما فيهاش نهاية لأننا سنكون في عين الرعاية الربانية سبحانه وتعالى فده الكلام اللي نقدر نقوله له بهذا المعنى ما تحاولش بقدر الإمكان إن انت تتخليه تتصور ده يا دي مشكلة الأب مش مشكلة الإب انت بتحاول تخليه تتصور اللانهاية بتخليه يتصور الأبدية بتخليه يتصور الخلود ومش يقدر يتصور الخلود لأن احنا هنا لسه عندنا عقل محدود ولسه عندنا نظر محدود ولسه عندنا حياة محدودة فمش يقدر يقيس ده لأنه مش يقدر يستوعبه قل له احنا هنروح في حياة غير محدودة وده مش هنقدر مش هتقدر تستوعبه دلوقتي ولا تحيط به لأن احنا دايما عندنا حياتنا هنا علمتنا إن احنا من أهل الحدود ومن أهل القيود وهناك ليست هناك حدود ولا قيود ولكن هناك نعيم مقيم ده إجابة مناسبة أن أنت تجاوب بيها عليه